واللباس أيها الأحبة له أثره على أخلاق الإنسان فاللباس وإن كان أمرا يتعلق بمظهر الإنسان غير أن له أثرا عميقا في مخبره فهو يؤثر على سيرته وخلقه وأحواله النفسية وحيائه فإن من اللباس ما يغرس في النفوس بذور الكبر والبطر والخيلاء ومنه ما يغرس العكس من التواضع وحسن الخلق مع الناس ومن اللباس ما يزرع حسن الخلق ولاسيما الحياء في نفس صاحبه ومنه ما يذهب الحياء ويقضي عليه وهكذا في سائري الأخلاق كما أن الملبس الحرام له أثره في حياة الإنسان بل حتى في عمله بل حتى في دعائه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعامه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك كما عند مسلم في الصحيح